اكتشاف العدد الذري احتار العلماء قديماً في كيفية ترتيب العناصر الكيميائية المختلفة لتصنيفها في الجدول الدوري الحديث، إلى أن تم اكتشاف العدد الذري للعنصر. ما هو العدد الذري؟ العدد الذري والذي يرمز له بالرمز Z هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل نواة ذرة العنصر، أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة ذرة العنصر. فمثلاً، تحتوي نواة ذرة الأكسوجين على ثمانية بروتونات موجبة، ولا تحتوي نواة عنصر آخر هذا العدد من البروتونات. لذلك، فالعدد الذري عدد مميز لكل عنصر. ونظراً لأن عدد البروتونات الموجبة مساوى لعدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول نواة ذرة العنصر، فإن العدد الذري يساوي أيضاً عدد الإلكترونات السالبة. وباكتشاف العدد الذري للعنصر، تمكن العلماء من تحديد خصائص العناصر، وذلك من خلال معرفة عدد إلكترونات المدار الخارجي. والتي تسهم في تحديد السلوك الكيميائي للعنصر. الجدول الدوري الحديث رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث تابعاً لتدرجها في العدد الذري من اليسار إلى اليمين، ومن أعلى إلى أسفل، بحيث يكتب العدد الذري لكل عنصر في الجدول الدوري الحديث أعلى رمز العنصر. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر